شوفوا بقى كل الاشارات اللي طلع من لعيبة المنتخب وبعد كلام الكابتن حسام اللي طلع وراه بعدين الكابتن إبراهيم بقول انه تم تحريف الكلام والأغرب والأعجب يا جماعة انه كان صحفيين اللي موجودين بيسجيلوا الكلام صحيح انه هو بعد شوق اللي هم ما تقولوش الكلام ده ومضعه واتقفل لكن الحقيقة انه الكلام انه يبقى المدير الفني المنتخب المصري حسام حسن في المشهد ده ده حاجة مش كويسة لكن ايه هي المفاجأة المفاجأ ان في عدد من لعيبة المنتخب خلال الفترة الجاية هيعتذروا بأسباب مختلفة ده الكلام اللي طالح يحصل ولا بعد كلام الكابتن حسام اتحاده كوره هيلحق يلم الموضوع ليه؟ لان في لعيبة مش عاجبها التعامل مع الكابتن حسام المحترفين مش عاجبهم حكابتن حسام والتعامل معاه تضامنا بقى مع صلاح عدم تضامن الله هو اعلى واعلى لكن احنا بنتكلم ان فيه كلام كبير جدا 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 على ان عدد من اللعيبة المحلية كمان والمحترفين ممكن ما ينضموش المنتخب للمنتخب لأسباب كل الأسباب ده وصل الامر ان محمد صلاح الكلام انه برضو مش هينضم وانبارح الكابتن حسام اشار لي ده ما قال انا ما عرفش هو هيجي ولا لأ كابتن حسام بيقول كده مباريات مهمة صحيح يعني المنتخب مصري في احتياج شديد في الفوز في المباراتين عشان يكمل مشوار ويتصدر الأمر طبعا الكابتن حسام عمل امبارح اشارة ان المباريات صعبة جدا والامور صعبة جدا ده احنا عندنا 8 محترفين بس وهم عددهم 28 محترف ما فهمش صلاح ما فهمش تريزيجي اللي الفربون نفسه بيفكر فيه وغيره اسف مرموش اللي بيفربون نفسه بيفكر فيه وغيره وعندك تريزيجي وعندك حجازي وعندك 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 لكن انا ما عنديش منع ان احنا عدد محترفين قليل دي حاجة ما فهمش منقشة يعني لكن مش معنى ده ان اللعيبة وحشة واللعيبة ما تنفعش طيب ايه الاسباب اللي رايحة جاية في اشارات انه الامور فيها صعوبة من اللعيبة وتعامل الكابتن حسام هم مليح او يتعاملوا مع الكابتن حسام او الكابتن حسام ليح يتعامل معهم المعسكر اللي فات كان فيه مشكلة هل مرموش زعل من حاجة هل تريزيجيو زعل من حاجة هل احجازي زعل من حاجة هل وهل وهل اسئلة كتيرة جدا طيب فيه حد من المحترفين المصريين للاسف اللعيبة اللي بتلعب في الاهلي والزبابيك وزيجيو رايحة منه حد اساسا من الاهلي كان زعلان من برامدز كان زعلان فمش هينضموا في قصل الحكاية الاهلي غضبان من حسام حسن عشان اشرك اللعيبة كلهم في مبارات كرواتيا عكس الاتفاق اللي كان موجود بين الكابتن حسام وإدارة الاهلي فإدارة الاهلي التي بتتشبس بقصص وبتقولك مش هسلمه اللعيبة إلا قبل 72 ساعة من المؤسكر حسب اللي حاجة ما بتقول مش الخمسة يام اللي هو عايزه وهيريحه ويه الكلام طلع ومفيش رد ولا إشارة من الكابتن حسام على الموضوع ده والكابتن حسام ادى مبررات الفشل قبل أن يعطي مبررات النجاح بحث على إنه لو حصلت حاجة ما بقيتش مشكلة مشكلة اللي مش عاوز يجي مشكلة ابو صباح وابعه مشكلة اللي عنده شد مشكلة اللي مش عاوز توصل معاه يعني ايه مدير فني مش عارف يتواصل مع أحمد حجازي اللي هو على بابنا هنا أخر الشارع مش عارف تكلم حد في السعودية يتواصل لأحمد حتى تكلم الصفارة يعني لو إحنا مش عارفين نوصل لللعيبة صفاراتنا تعرف توصل لللعيبة سهل هو كابتن حسام التواصل معهم رسمي للصفارة والصفارات ببلاغهم مثلا إن كابتن حسام عايزك لكن الأمر الغامد ده بيسير كتير من الحكايات الحقيقة أنا بصق جدا في الصحفي المتميز عمر البانوبي وهو بعتبره من الأسماء المميزة في إطار متابعة الاتحاد الكورة وله كتب كمان عن اتحاد الكورة خمسة شرع الجبلية لكن الحقيقة إن عمر بيقول إشارات برضو تقلق ده غير كمان تصرحات الكابتن حسامي اللي تقلق وتقلق 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 مرة أخرى في نهاية الأمر هناك لعيبة قد لا تنضم للمنتخب المصري بسبب الكابتن حسام حسام ما يشبه الهروب من المنتخب بيسوي الكابتن حسام هل الكابتن حسام في طريقه لواجهة المصير المحفوم للأسف وهو الرحيل عن المنتخب في حالة أي نتيجة سلبية طب أنا أقول لكم حاجة لو المنتخب المصري ما خدش أربع نقاط في المباريات اللي جاية المباراتين اللي جايين الكابتن حسام هيبقى في خانت اليك طيب لو كابتن حسام خد مقطتين يتعادل في المطشين الكابتن حسام سيكون خارج المنتخب إيه رأيكم دي الإشارات بالإضافة أن اللعيبة يبدو أنها مش عاوزة تتعامل مع الكابتن حسام للأسف وتمنى أن تكون المعلومات دي غلط بقوله بتمنى أن المعلومات دي يكون غلط بتمنى بقول يا رب لكن الله أعلى وعلم لكن الأمور ليست في أفضل حال في المنتخب المصري